مرحبا انا ريم مصاروي كمال مرة رجعت لكم الان سوف نتحدث عن علم نفس النمو والى نظرية التحليل النفسي لسيجموند فرويد القسم الاول ماذا سنتعلم اليوم النظرية النفسية الاجتماعية لفرويد المبادئ الاساسية لهذه النظرية والى المراحل الاولى والثانية في نظرية سيجموند فرويد نظرية التطور والنمو لفرويد ماهي المبادئ لهذه النظرية ماهي المرحلة الاولى والثانية لننطلق الان نظرية النمو لفرويد طبعا راح نتحدث عن مقدمة ومبادئ اساسية لهذه النظرية تعتمد النظرية النفسية الجنسية نظرية فرويد تدعى النظرية النفسية الجنسية على مراحل نظرية المراحل هي يعني هذه النظرية هي تعتمد على مراحل لذلك تدعى نظرية المراحل نتذكر سويا اثنين من اسس هذه النظرية متعددة المراحل تعني نتذكر اسس اول مبدئين لهذه النظرية اللي هي من سبيل نظرية المراحل اذا بتذكره لما حكينا عن نظريات التطور والنمو كنا في نظريات مرحلية لوحدة منها وفي نظريات تتابع واستمراريا المبدئ الاول في كل مرحلة طبعا مبدئ لو لنظرية فرويد نظرية المراحل في كل مرحلة واخرى يكتسب الانسان ويتعلم امورا جديدة متماشية جنبا الى جنب مع مرحلة نضوج مناسبة اول مبدئ لهذه النظرية انه الانسان في كل مرحلة يكتسب امور معينة مهارات معينة جديدة اللي بتكون متماشي او تتلائم يعني بكلمات اخرى مع مرحلة نضوج مناسبة المبدئ الثاني تتابعية هذه المراحل واستمراريتها ثابتة لا تتغير حيث لا يمكن الانتقال لمرحلة دون المرور بتلك التي سبقتها كمان مرة من ركز على احدى المبادئ الاساسي في نظرية المراحل وهذه احداها انه تتابعية المراحل يعني ترتيب المراحل هو ثابت لا يتغيى ان لا يمكن الانتقال لمرحلة متقدمة اكثر دون المرور بالمراحل التي سبقتها تشمل طبعا نظرتي فرويد خمس مراحل طيب تكتنف او يكتنف كل مرحلة من هذه المراحل صراعا معينا على الفرد ايجاد الحل لمواجهته بمحاذاة الاخر المهم المهم شو النقاط الاساسيه شو النقطه الاولى اللي بتحدى اللي موجوده او اللي بتميز نظرية المراحل اللي فرويد بكل يكتنف يعني يرتبط في كل مرحلة من هذه المراحل النمو صراع كونفلكت معين على الفرد ايجاد الحل المناسب لمواجهته طبعا هذا الحل مش لحاله بيكون بمساعده بالتنصيق او بمساعده او بالتعاون مع الاخر المهم احير مش معطيه اللي ممكن يكون الاب الام الاخر المهم اللي هو الو اهميه الو علاقه عاطفيه مع الطفل يكتسب الفرد في كل مرحله امورا يكتشف ذاته ويتعلم عنها اشياء حيويه لا يمكن تعلمها في مرحله حياتيه اخرى لذلك تعتبر كل مرحله فتره نمو حاسمه في كل مرحله من هذه المراحل بيتعلم مهارات جديده يكتشف ذاته بيتعلم اشياء جديده عن حاله عن نفسه عن جسده اللي هي لا يستطيع اذا مر هذه المرحله متعلمهاش لا يستطيع تعلمها في مرحله لاحقه يعني لكل مرحله فيه خصوصيته اذا فيه الصراع طبعيها فيه الامور اللي بيتعلمها خلال هذه المرحله وكل مرحله تعتبر فتره نمو حاسمه يرتبط النمو النفسي باشباع منطقه عضويه في الجسد حسب نظريتي فرويد هذا الميز نظريتي فرويد انه كل مرحله من مراحل النمو النفسي الاجتماعي ترتبط باشباع او باكتفاء لعضو معين في الجسد في الجسد او في الجسم يعني نظريتي النمو النفسي هي لا تمشي بمنعه عن حدوث اكتفاء لعضو معين في جسم الانسان تطور المتعة الجسدية الجنسية او الغرائزية من هذا العضو تشكل اساسا لنمو وتطور الذات تطور المتعة او نمو المتعة الجسدية الغرائزية اللي هي تنبثك عن العضو المعين اللي بيميز المرحله المعينه هي تعتبر اساس لنمو وتطور الذات او تنمو وتطور النفسي يكتسب الانسان حتى سن ثلاث صفاته الاساسيه هاي بسموها ايضا او تضع الحتميه الوضعيه انه حتى سن ثلث سنين حسب فرويد يكتسب الشخص صفاته الاساسيه يعني اول ثلث سنين سنين حاسمه الاكتساب الصفات الاساسيه والطباع الاساسيه والاوفيه تبع البني ادم على طول اول ثلث سنين هناك دوافع تحرك الفرد دافع الحياه ودافع الموت هاي برضو نظريتي فرويد بيقول انه في دوافع الانسان يتحرك من خلال دافعين اساسيه دافع الحياه ودافع الموت الطاقه اللي طاقه فراء هذين الدافعين تدعى لبيدو فيه طاقه اللي تحفز هذه الدافعين دافع الحياه ودافع الموت حسب طبعا نظريتي فرويد كمان مرة هذه الطاقه تدعى لبيدو رغبه الفرد عاده الفرد يحاول او رغبته او عنده طموح الى الوصول الى التوازن الداخلي وشورط اللي التوازن الداخلي او هومااستازيس التوازن الداخلي الوضع تصل من خلاله جميع الدوافع الى الاكتفاء الهومااستازيس او التوازن الداخلي اللي هو وضع اللي حسب راي فرويد انه كل الدوافع تصل الى الاشباع والاكتفاء طبعا هاي كله احنا في نظر او في نظريتي فرويد شو اللي بصير عندما يطرق خلل ما في احدى المراحل الثلاثه الاولى للنمو اذا في خلل معين او ترى هنالك عدم اشباع معين في هذه المراحل الاولى اول ثلاث مراحل للنمو يعني شو خلل كيف يترى الخلل منطقه عدويه جسديه لا تصل الى الاكتفاء او تصل اليه بافراط منطقه عدويه في هذه المرحل اللي بتميز هذا المرحل لا تصل الى الاكتفاء او تصل الى الاكتفاء بشكل المفرط بشكل مبالغ به يحدث اشي منسميه تثبيت او كبعون شو التثبيت يعني تثبيت لدى الطفل لما نحصل ثلاث سنين اكيد نحكي عن طفل ما هو التثبيت يعني لدى الطفل اللي هي عباره عن سلوكيات او صفات شخصيه التي تميز المرحله سوف ترافقوا هذا السلوكيات او الصفات الشخصيه اللي بتميز هذا المرحله العينيه اللي حدث به التثبيت هذه الصفات سوف ترافقه خلال حياته وذلك اما بسبب الاشباع المفرط كمان مره للمنطقه العضويه في مرحله ما او بسبب نقص في الاشباع هذا التثبيت اذا يحدث شو معنى التثبيت كمان مره سلوكيات او صفات شخصيه اللي بتميز هذا المرحله اللي حدث التثبيت فيها اللي هي بيظلها معاه على طول وهذا بيكون بسبب اخرى مره الاكتفاء المفرط او عدم الاكتفاء للمنطقه العضويه اللي بتميز هذا المرحله عندما يعاني الفرد من القلق في مرحله ما قد يؤدي به الامر الى النقوس او الانسحاب ريجريسيا اي العوده الى مرحله سابقه من حياته حيث شعر انا ذاك بالطمأنينة والامان الحماية والامان الرجوع الى انماط سلوكيه تميز المرحله التي رجع وعاد اليها على سبيل المثال ابن خمس سنين يعود الى مصص اصبعه عند ولاده اخ له يعني الفرد اذا يعاني من القلق والتوتر في مرحله ما هذا يؤدي به الى الانسحاب شو معنى انسحاب ريجريسيا يعني ان ارجع الورا ارجع الوراوين الى مرحله سابقه المرحله الكابل اللي انا كبار عديتها لمرحله سابقه لما كان هنالك يشعر في هذا المرحله بالطمأنينة والحماية بالزبط زي ما فيه طفل عمره خمس او ولد بطل من سبيل طفل عمره خمس سنين انو ولد الاخ صغير في العيلة نرجع كمام نمره بمصص اصبعه او بعملها على حاله واحنا صرنا قاطعين هذا المرحله ليش انو هيك بيرجع نكوس يعني بيرجع الورا بنسحب الورا للمرحله اللي كان يشعر فيها بالطمأنينة والامان مراحل نظرية النمو حسب فرويد فيه هنا المراحل اللي بنتحدث عنها المرحله الاولى بسموها المرحلة الفمية الشفاهية ملاحظين التسميات حسب العضو الجسدي اللي بميز هذا المرحله كمان مرة برويد كل نمو نفسي مرتبط بعضو معين اللي هما استازيس او التوازن الداخلي بيكونون من خلال حدوث الاكتفاء لهذا العضو اول مرحله المرحله الاول راح نتحدث عنه اللي بسموها المنطقة او المنطقة العضوية اللي هي ملائم لها هذا المرحله الفم المرحله الثاني بسموها المرحله الشرجي المنطقه العضوية هي فتحه الشرج او فم الخاتم او بيها طبعا المرحلة الثالثة بسموها المرحلة القضيبية المنطقة العضوية المناسبة هي الاعضاء التناسلية المرحلة الرابعة بسموها مرحلة الكمون في هذا المرحلة ما فيش منطقة عضوية يعني اللي بتميز هذا المرحلة المرحلة الخامس اللي بسموها المرحلة الجنسية الراشدة اللي هي الاعضاء التناسلية طيب شو المرحلة الفمية الشفاهية المنطقة زي ما كنا العضويه الملائمه لهذا المرحله بحسب نظريتي فرويد طبعا السن الملائمه من حد ما ينولد من سفر يعني لحد جيل سنه ونص يولد الطفل شو هذا المرحله بتقول انه يولد الطفل مع جزء قائم من الشخصيه بسموه المبهم استميه المبهم عنصر اللي هو موجود المولود العنصر البيولوجيا اللي يولد مع الطفل تسموه المبهم المبدأية الذي يوجه المبهم على ايش بيرتكز المبهم المبدأctica הבimayzه هو مبدأuges المتعه والقلم المتعه يعني الحصول على الاجباع والقلم عدم الحصول على ذلك المباده يقف ورا المبهم هو المتعه والاشباع تقسم المرحله هاي الى جزئين جزء الساكن كل مرحله راح نشوف جزءينiereجه الساكن شلاف بسيذي يعني الانسان او الطفل بيكون ساكن اللي بهذا المرحلة بتميز مرحلة لما بيكون الطفل الرضيه يرضع الرضاعة بشكل غرائز من خلال مص الثدي او الكنيه او الجزء الفعال شلاف اكتيبي لهذا المرحلة اللي هي لما الطفل يبدي يعض او يجرب كيف طريقة العضل هاي اخر المرحلة يعني اخر السنة ونوص واضح او اخر المرحلة بكه مرحلة العض تساهم المواجهة المعقولة والحلول المكبولة للصراع في هذه المرحلة النمائية في بلورة شخصية متفائلة متصالحة ومتقبلة لذاتها وللعالم المحيط بالطفل يعني اذا هذه المرحلة قلنا كل مرحلة بيميزها صراع معين اه بين الاكتفاء وعدم الاكتفاء اذا الطفل بمر هذه المرحلة بسلام اذا يتخطى الصراع بشكل معقول من خلال الاخر المهم ساعد ويتخطى هذا الصراع بشكل معقول في هذه المرحلة النمائية او تطورية هذا يساهم في بلورة شخصية متفائلة وافقة متصالحة مع نفسها متقبلة للعالم متقبلة لذاتها هذا اذا كان او جواب الصراع او نتيجه الصراع كانت يعني مرضيه اما اذا نتيجه الصراع كانت غير مرضيه يحدث هناك او حدوث التثبيت قد يقود لتطوير صفات خامله اتكاليه او صفات فعاله يعني اذا بيحدث تثبيت بهذه المرحلة بكلمات اخرى اذا الصراع لم يتم حله بشكل مرض من خلال الاخر المهم وعلاقته بالطفل يحدث هناك التثبيت واضح ازا ما كنا التثبيت بعد كمان مرة او اشباع واكتفاء مفرد للعضو اللي هنا الفم او عدم اكتفاء اجحاف في حق العضو هذا فبيكون هنا يحدث التثبيت اللي قد يقود الى صفات خامله ان الطفل يتحول الى بالغ اتكالي مركن على الاخرين لا يحرك ساكنه او الى صفات فعاله عدوانه عدوانيه العدوانيه برضه ممكن تكون انعكاس للتثبيت في هذه المرحلة استمرانه لمرحلة الفم او اللي هي بتستمر من سفر الى سنة ونصف التثبيت يحدث عندما يحصل العضو على الاكتفاء بشكل مفرد او عندما يعاني من نقص بالاكتفاء زي ما كلنا سابقا لم يتم اشباعه بشكل معقول هذا اذا حدث تثبيت في هذه المرحلة زي ما حكينا شرحته سابقا النمط الفمي هو الشخص الذي مره تثبيتا في هذه المرحلة في اشي يسموه نمط فمي يعني الشخص اللي هو النمط الفمي عنده او زي نوع من التثبيت اللي هو يعني هذا النمط الفمي حدث عنده تثبيت اللي هذا التثبيت ينعكس في الامور التالية اللي حدث عنده تثبيت في المرحلة الفمي او نسميه النمط الفمي بكون عنده صفات شخصية مثل الخمول بسيذية انه خامل اتكالي او ولداني واضح لا لا يتحمل المسئوليه له له يكيح احريوت يعني فيش عنده مسئوليه او فعال بشكل كبير اكتيبي يعني الدفكة وهذا الاشي ينعكس انه عدواني او سلطوي او قمعي او بحب السيطر على الاخرين ممكن برضه التثبيت يظهر او ينعكس من خلال سلوكيات مرتبطة بنشغال زائد بالفم اللي طبعا نحن نحكيش عن طفل نحكي لما يتطور له شخص دالغ انه السلوكيات اللي مرتبطة بالفم انه المص او انه بيوكل حلو كثير او بدخن او الاكل المفرط او اللي بيكركت اضافيره ممكن انعكاس لهذه انه حدث تثبيت في المرحلة الفميه واضح طب الان نيجي للمرحلة الثاني حسب فرويد اللي هي من سن واحد ونص الى سن ثلاثة ونص اللي بيسموها او المنطقة العضويه هي فتحة الشرج واضح جزء الشخصيه قيد التطور في هذه المرحلة هو الانا الجزء من الشخصيه اللي احنا نتحدث عنه هو الانا اوكي المبدأ الذي يوجه الايجو او الانا هو مبدأ الواقع الانا هو عنصر الواقع اجرينا على الارض احنا الواقع الاجتماعي اللي بوجهنا اللي هو بالاساس هذا العنصر العقلاني اللي بده يعمل الموازنه بين المبهم الدوافع الغرائز الغريزة الحياة والموت غريزة الهدم الذاتي غريزة الاشباع بده يعمل هالحصان الجامح نحاول نثبته ونلأمر الواقع يعني الانا بحاول يعمل الموازنه بين المبهم وبين المتطلبات الواقع واضح؟ المنطقه العضويه المناسب زي ما كولنا فرود كل مرحله في منطقه عضويه اللي هي ملائمه لها او يعني هي المرحله الاساس في هذه التطور النفسي للطفل اللي هي فتحه الشرج اواضح يستمتع الطفل من تحرير حاجاته شو حاجاته البول والبراز يعني الطفل هنا بستمتع انه يحرر حاجاته مره واحده او يحجزها يمتنع عن تحريره ليس طبعا دائما بالتوقع المناسب يقوم الاهل بتربية الطفل لتحكم بقضاء حاجاته هنا بهذا السن بيبدو كل الاهل يدربوا الطفل على انه ينقيم الحفاظه تربية للنظافه انه يتبول لو يخرج البراز تبعيه بشكل مستقل بشكل نظيفه هنا بتبدأ التربية للنظافه مواجهه وحل ملائمان في هذه المرحله يؤديان الى استيعاب وفهم الطفل المتطلبات الواقع اذا بهذا المرحله يتم عبورها بشكل ملائم هذا بيؤدي الى ان الطفل يستوعب متطلبات الواقع الاجتماعي بكل تفاصيله حلول غير ناجع لهذه الفتره مشانها تخلق تثبيت او نكوس وانسحاب الى مرحله سابقه اما اذا حدث الجانب السلبه والحلول كانت غير مناسبه او مجحفه هذا بيحدث كمان مره منه نجع للتثبيت لو قد نعكس بالنكوس الانسحاب الى مرحله سابقه التثبيت في هذه المرحله يحدث عند شعور الطفل بان الاهل يضغطون عليه بشكل مبالغ فيه او على العكس لو يوضحون له الحدود عدم الاكتفاء والاكتفاء المفرط للعضو بكلمات اخرى يعني التثبيت وانت بصير في هذه المرحله الثاني من سنة ونص لثلث سنين ونص انه لما الطفل بيشعور الاهل بيضغطوا عليه كثير كثير بشكل مبالغ فيه او بوضحولوش الحدود يعني بكلمات اخرى اكتفاء او اشباع مفرط النمط الشرجي هو الانسان الذي عانى التثبيت هذه المرحله يعني النمط الشرجي هو يعني الشخص اللي مر بالتثبيت في هذه المرحله في التثبيت يمكن انت تطور الامور التاليه اللي مر بتثبيت في هذه المرحله شو ممكن الانعكاسات تكون او شو السمات او شو الصبات الشخصيه سمات وشخصيات خامل يكون فيه خامل وفيه فعال الميل للنظام والنظافة المبالغ فيها العناد الدقة البخل الكفيته ما عارفت ايش هترجمها من الواحد يكون كفيته خلاص زي ايش بده يعمله بالكوه ايش بده يعمله زي ايش بضغط عليه انه يعمل دايما يعني مضغوط عليه بشكل مبالغ فيه اذا ممكن يكون هذا الابن ادم حليني كيون او اللي بشكل مبالغ فيه بيحب النظاقه عناده دكه بخل سمات شخصيه وسلوكيات فعاله اللي هي برضه بتميز التثبيت بس بالجانب الفعال عدم نظام مبالغ فيه سادية ادائية كس وتدمير واضح كواحد فوضى وزيادة عن اللزوم او ساديس سادي يعني بيحب يعذب الاخرين او عدواني او قاسي او مدمر كل شي بيحاول يدمره طبعا عندكم هنا تمرين للختام الكسمي الاول سؤال للمقارنة او سؤال مقارنة كارن بين المرحلة الاولى والمرحلة الثانية في نظرية فرويد معتمدا على مقياسين للمقارنة الاول يؤكد نقطه تشابه والثاني نقطه اختلافها من كل مقارنة نتحدث عن التشابه والاختلاف واضح بس اقرأ السؤال ومننهي القسم الاول مننهي القسم الثاني عائدة بنت اسمها عيدة معروفة بين صديقاتها كذا تميل شديد للنظافة مريضة نظافة عيدة مريضة نظافة عين حسب فرويد المرحلة النمائية او مرحلة التطورية التي حدث بها التثبيت الموصوف وفسر سبب ظهوره لدى عائدة بدكم هذا التمرين تتدرب عليه ورجعت لكم كمان مرة بالقسم الثاني ترجمة نانسي قنقر 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 المترجم للقناة 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 مرحبا كمان مرة رجعت لكم في القسم الثاني من نظريات فرويد النظرية النفسية الجنسية لفرويد طبعا هون راح نستمر للمرحلة الثالثة الرابعة والخامسة للنظرية المرحلة التالية اللي احنا بصدد الحديث عنها تدعى المرحل القضيبية المنطقة العضوية زي ما حكينا بكل مرحلة في عضو معين يتحدث عنه او يشعر او فرويد يدعي انه هذا مركز هذا المرحلة اللي هو العضو الذكاره المرحلة هاي من سن ثلاث الى ست سنين في هاي المرحلة اللي بيميزها تطور الانا الاعلى او سوبر ايجو المبدأ الموجه لهذه النظريه زي ما حكينا في المبهم المبدأ الموجه هو المتعة و القلم وفي المرحل الثامنية او في المرحلة الشرجية حكينا انه المبدأ الموجه هو مبدئ الواقع والانا انا هنا في المرحلة الثال ZaFah اللي هي المرحلة القضيوية المبدأ الموجه هو مبدأ الاخلاق يستمتع الاولاد بلامس اعضائهم الجنسية و يواجهون بالنهي عندما يقومون علإنغا بذلك يعني في ه ه fortunate المرحلة بيستمتع الاولاد بلمس اعضاؤهم من الجنسية لكن هذا لا يقابل بالترحاب يواجهون بالنهاي عندما يكمون بذلك بشكل علني يبدأ الاولاد بالانتباه للفوارك بين الاعضاء الجنسية الذكرية والاعضاء الجنسية الانثوية في هذه المرحلة الاولاد بيبدوا يشوفوا ويلاحظوا الفوارك بين الاعضاء الجنسية اللي بتميز الثكور وتلك التي تميز الاناث الحل حتى تتم بلورة وتشكيل الانا الاعلى تبا فيه غلطه بالاقتباه للانا الاعلى والسوبار ايجو على الولد ان يتحرر ويكون بحل عقده اوديبوس وعلى البنت ان تحل او تحل عقده الاكترا يعني حتى انه يتم بلورة الانا الاعلى والسوبر ايجو لازه هن في عقدتان راح نشرح عنهن عقده اوديبوس وعقده الاكترا الولد عقده اوديبوس والبنت عقده الاكترا اي حل هنت عنشرح ونشوف ما هي تلك العقد كمان مرة في المرحلة القضيبية العقده اوديبوس اللي هي حتى انه يتعدى او يمر الولد بالولد البكر هذه المرحلة ويقاوم الصراع وتكون المرحلة مرضي عبورها مرضي عليه انه يكون بحال عقده اوديبوس ما هي تلك العقده وما هي عقده اوديبوس ينجذب بحسب طبعا كمان مرة نظرية فرويد ينجذب الابن الذكر لامه ويرغب ان يكون معه وتكون له حسب فرويد الابن الذكر الطفل ينجذب الى امه ودائما بحبنا تكون ملكه ويلو كمان يرى الاب انه منافس ويجب انه نتخلص منه يعني يرى انه الابو منافس له في حب امه وملكية امه ولازم يتخلص منه اسم الظاهرة ليش يسمعه عقده اوديبوس نسبة لأوديبوس في الاسطورة اليونانية الذي قتل ابيه اللي يتزوج من امه فحسب الاساطير اليونانية كان في شخص اسمه اوديبوس اللي قتل ابو مشان يتزوج امه يكتشف الابن الذكر بهذه المراحل فارق بين الجنسين ويطور نظريه مفادها ان البنت كانت سابقا ذكر عاقبها ابيها بالخصي حين اكتشف حبها لامها الابن الذكر حسب فرويد كمان مره بيكتشف الفوارق من ناحه الاعضاء الجنسيه للولاد والبنات للبكور والاناث وهو بفكر بطور نظريه وتفسير يعني انه البنت هو بفكر الولد الذكر البنت كانت في السابق ذكر وابوها قام بخصيها بسبب انه اكتشف انها بتحب امها او بحب امه اذا كان ذكر بحب امه واضح يخشى الابن اباها يعني الابن بخاف من ابوه اي خوف خوف انه يخصيه الخوف شديد جدا لدرجه يقوم الطفل بكبت الوضع يعني من كثر ما هو خايف بيقوم بكبت هذا الوضع اي يوضع انه ميله لامه واقصائه وابعاده ويظهر الدافع المعاكس تماما حتى انه ينجح في ابعاد هذا الرغب لامه بطور دافع معاكس تماما كليا من خوف الاب الى الاعجاب به يعني يطور هذا الدافع من خوف شديد من ابوه هذا الخوف يتحول الى اعجاب بابه واضح يعني الخوف بحولوا الى اعجاب خوف من ابوه واضح اي خوف خوف الخصيه هاي حسب عقده اوديبوس اللي بيرى فرويد انها احدى الاشياء اللي لازم يحلها الذكر حتى انه يتعدى هذه المرحلة بنجاح حل ملائم لهذه المرحلة شو الحل الملائم لهذه المرحلة حب الابن لابيه وتبنيه عالم القيم الذي يخصه واضح الحل الامثل انه الابن هنا يحب ابوه ويتبنى العقاء عالم القيم المعيه اللي بتخص ابوه طيب ما هي عقده الكترا برضه في المرحلة القضبية احنا البنت لازم تحل عقده الكترا تنجذب الابنة لابيها وترغب ان تكون معه وان يكون لها البنت الانثى بتحب ابوها بتحب ان يكون الها ترى البنت امها كمنافسة وجبت تخلص مها كمان مرة البنت بتفكر انها امها منافسة اللي هو لازم تخلص منها اسم الظاهره كمان مرة على اسم الاسطوره يونانيه على اسم الاسطوره اللي كانت تحب ابوه حسب فرويد تماثل عقده خوف البنت من انطلاق دوافعها العقده اللي عندي البنت هنا متخاف انو حدا يعرف دوافعها نتنطلق دوافعها دون انا تقدر تسيطر عليها تغارب البنت من ابيها وتغضب على امها البنت تغارب من ابوها زعلان لبتزعل من امها الغيره وهي الغيرة او الزعل بسمه غيرة القضيب حسب فرويد وتشعر بالنقص لعدم وجود قضيب الها البنت تشعر انها ناقص لانه في الشيء لها قضيب زي الولد الذكر بعد اكتشاف طبعا احنا انت بصير بعد اكتشاف الفارق بين الجنسين حلموا لامني هذه المرحلة يظهر فك حسب فرويد طبعا يظهر فقط عندما تلد المرأة ابنه ذكر انه هكذا تتقبل النقص لديها اللي هو شيء تشعر عندها نقص صنفش الها قضيب فهنا لما يعني الحل الملائم لما البنت تكبر وتولاد وتجيب ولد ذكر وقاله قضيب فهاي بتحل حسب فرويد حل عقدة الكترا حل ايجابي وسلبي للعقدة في هذه المرحلة اذا كان الحل ملائما يطور الابن الذكر ركيزة وعمودا فقريا اخلاقيا ويستطيع مستقبلا البناء حياة زوجية عادية وثابتة اذا كان الحل ملائم في هذه المرحلة حل عقدة ايديبوس الابن بطور ركيزة عمود فقر اخلاقي يعني عمود فقري اخلاقي او يعني لبني اخلاقي متيني قويه ومن خلال هذه اللبني او هذا البناء الاخلاقي يستطيع انه في المستقبل انه ينمي حياة زوجية عادية وثابتة اذا لم يكن الحل ملائما لهذه العقدة يحدث هناك التثبيت كمان مره نرجع للتثبيت تثبيت في هذه المرحلة يؤدي الى النمط الاديبالي او شهد النمط هذا يتحول الذكور شو النمط الاديبالي هاي الذكور يتحولوا الى رجال متفاخرين يطمحون الى النجاح بشكل ينجحوا بكل الاشي مشان يثبته انهم رجال يتحول لهذا النمط الاديبالي الذكور بكونوا متفاخرين جدا شايفين حالهم بدهم ينجحوا باي ثمن نجاح حلو بس يكون بشكل يمفرطوا باي وسيلة او بس لمجرد انهم يثبتون هم رجال ساعت في علامة سؤال اما الاناث تتحولنا الى نساء يلجأنا الى الاغراء والتلاعب اذا صار في تثبيت عند النساء لهذه المرحلة فممكن يتحول الى النساء اللي بيحبين يغرين ويكون لعبات او الى ساذجات فاقدات اي اهتمام بالجنس الاخر وذلك من منطلق الرغبة في اثبات الاستعلائية على الرجل وهذا من منطلق رغبة دفيني لاواعي عندنا من جراء التثبيت اللي حدث في هذه المرحلة نثبتني انهن اعلى من الرجل التثبيت سواء للذكور او للاناث في هذه المرحلة قد ينبثق عنه العلاقات المثلية الجنسية قد يؤدي الامر الى العلاقات المثلية مثل اللوات والصحاق الهوميكسكسواليت او لسبيوت انه ممكن اذا بيصير عندنا الشيء تثبيت في هذه المرحلة ممكن نتحول الى العلاقات الجنسية المثلية ممكن ثوابت حتمية اشياء يعني مسلمات او ثوابت معين في هذه النظرية كما شاهدنا في العرض الشرائح السابق امن فرويد بان اساليب التصرف انماط السلوك وصفات الشخصية تتحدد وتتثبت حتى سن خمس الى ست سنوات يعني لا جاقع ست سنوات شخصيتك انماط شخصيتك تثبيتاتك كل الامور اللي عندك حتى لما تصير كبير اقصى حد لحد ست سنوات كل ما سوف يحدث بعد ذلك هو ببساطة عودة على الانماط التي حددت اللي بعد هذا الجيل بحدث عندك هو عودة او تثبيت مثل الانماط او للفشل او للنجاح اللي تحدد في المراحل السابقة لذلك تحدث التثبيتات حتى المرحلة الثالثة فقط وليس بعد ذلك عشان هيك التثبيتات تحدث حتى المرحلة الثالثة مش بعد هيك الان يجي للمرحلة التالية اللي هي مرحلة الكمون هنا فيها المرحلة حسب فرويد في الشيء عضو محدد مرحلة تتم بها عملية اقصاء وابعادة طاقة الجنسية يتم اقصاء هذه الطاقة وتوجيهها نحو الانجازات الاجتماعية هذه المرحلة هي من ستة الاثناشر سنة اللي بسمها مرحلة الكمون الكمون اللي في الشيء عضو محدد لها هاي يتم توجيه كل الطاقة الجنسية عند الذكور او الانات الى تحويلها او تبديلها الى انجازات اجتماعية التعلم في المدرسة الواجبات المنزلية بناء صداقات جديدة لم يعرف فرويد اهمية لهذه المرحلة بالنسبة تأثيرها المحتمل على النمو النفسي للطفل على العكس من طبعا اللي راحين تترك لشخصي لنظريته لاحقا انه هاي فرويد بيكون عن هذه المرحلة مش شرط نتأثر على النمو النفسي للطفل في ختام المرحلة المرحلة المثلية الاروتية للرجال والنساء اللي هو حب الاستطلاع الجنسي نحو الجنس الذي يخصنا في هذه المرحلة بصير سواء الذكور او الانات يهتموا بالجنس طبعيهم يعني شو اللي بصير في من ناحية جنسية كل واحد حسب جنسه الان يجي للمرحلة الخامسة اللي هي سنة ناشفة ما فوق المنطقة العضوية اللي هي ملائمة لهذا المرحلة حسب او 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 ا طبيعية هو الحصول على المطعة الجنسية لكل الجنسين يبدأ البنون والبنات للانجذاب الواحد للاخرى وبانشاء علاقات زوجية التي تستمر لفترة طويلة بالتزامر مع الالتزام بالحب تربية الابناء الى اخرها سواء البكور والاناث هنا بالحالة الطبيعية بينجذبوا الى الجنس الاخر وبحاولوا انشاء علاقات فيها التزام علاقات زوجية اللي هي تبنى للمدى البعيد طبعا في الظروف العادية الطبيعية طيب كمان هنا في هذه المرحلة يتحدث فرويد عن عقدة اوديبوس الثاني واضح لشي الانجذاب الانجذاب الام او الاب اللي هو اكبر احنا شفنا الحل له في المرحلة الثالثة بسبب وجود السوبر ايجولادا المراهق ويدرك ان هذا امرا ممنوعا لذلك يستعمل وسيلة الاسقاط ليوجهه على الجنس الاخر هذا الانجذاب يحاول يوجهه للجنس الاخر احيانا يكون الانجذاب للجنس الاخر لكن يصعب الوصول اليه في مرات بيكون انجذاب للجنس الاخر بس صعبنا نوصل اليه زي انو الواحد يعجب بمعلم بمثل بنجم بوائلة اخرهم برضو في هنا اشكالية اخرى هي ايجاد زوج او زوج مناسبين برضو في مرات في هاي المرحلة الاخيرة المرحلة التناصلية في مرات تكون صعوبة ايضا في ايجاد زوج او زوج مناسبين الحل اذا لم تحل العقده كما يجب في المرحلة الثلاث صعوبات في بناء علاقات زوجيه علاقات جنسيه مثليه اذا لم يكن هناك حل وهذا العقده لم تحل في المرحلة الثالثه منعود كمان مره الى الصعوبات اللي قد تنبثك في بناء علاقات زوجيه او انه يتكون هناك علاقات جنسيه مثليه كمان مره بنختم دائما بسؤال بقروت اجب على السؤال التالي او اجب على السؤال بقروت التالي نجد الكثير من الاشخاص بسن المراهقة يعجبون ويقعون في حب نجوم سينما او رياضه او شبكات تواصل الذين يكبرونهم سنا ومن الجنس الاخر عين المرحلة التي يتواجد به المراهقون وفسر الظاهرة الموصوفة في مقدمات السؤال معتمدا عن النظرية النفسية الجنسية للفرويد طبعا كثير من المراهقين يعجبون ويحبوا نجوم سينما او رياضه او شبكات تواصل في اي مرحلة يتواجدون حسب نظرية فرويد طبعا بك تعتمد على التفاصيل اللي ذكرت في مقدمات السؤال وبتمنى انكم بالرغم من صعوبة نظرية فرويد دلكم افهمته وطبعا دائما احنا منحاول نقدم كل الامكانات المتاحه لهذا الشيء شكرا لمشاركتكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر